بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوائنا السنة الرابعة متوسط الدالة ألفية والخطياء لبيام 2013 إذن لنتابع نقطة بنقطة ولننطلق على بركة الله قال لإقامة حفل الزفاف قررت عائلة كراء سيارة فاخرة فاتصل الآب محمد بثلاث وكلات فقدموا له عروضا حسب المعطيات المقابلة أعطيت لنا ها هي يا أبنائي المعطيات من كل واحدة لاحظوا ها هي أمكم انظروا نقطة نقطة أبنائي قال فاستنجد الآب محمد بابنه سمير الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط لمساعدته في اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة لو كنت في مكان الإبن سمير ساعد الأب محمد في اختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة لكراء سيارة لمدة كم؟ لمدة سبعة أيام أولا أبنائي علينا أن نترجم هذه المعطيات عرض الوكالة الأولى قال دفع مبلغ 4000 دينار جزائري لاحظوا إلى هذه الكلمة لليوم الواحد ذكر يوم واحد العرض الثاني الوكالة الثانية عرض الوكالة الثانية دفع 3000 دينار جزائري لليوم الواحد انظروا كلمة يوم واحد ويوم واحد يضاف إليه ضمان غير مسترجع قدره ألف دينار لكن لم يضف كلمة اليوم الواحد نأتي إلى العرض الثالث الوكالة الثالثة دفع مبلغ ستة عشر ألف لمدة لا يتتعدى أسبوعا واحد معناه هنا يوجد كلمة اليوم الواحد كأنما هي المتغير أو هي الزمن معناه هذه يرمز لها بإكس لأنها اليوم الواحد اليوم الواحد ومرة تجدها للدقيقة الواحدة ومرة تجدها للكلمات الكلمة المفتاحية معناه هذه كلمات مفتاحية اليوم الواحد هنا لم تذكر وهنا لم تذكر كلمة اليوم الواحد معناه هي الإكس معناه هنا يا أبناء لو نأتي إلى الوكالة الأولى عرض الوكالة الأولى يمكن أن نسيغها على شكل كأنما دالة ما إذا سمينا هذا X فماذا يمكن أن نسمي فتصبح لنا هكذا 4000 ماذا أبنائي X الثانية ماذا تصبح ركزوا أرجوكم إذا سمينا هذه مثلا Y1 الثانية كيف نسمي إذا سميناها Y2 تصبح كم انظروا جيدة 3000 وقلنا كلمة اليوم الواحد نرموز لها بX وهنا كأنما X لكن زائد ماذا أبنائي زائد 1000 دينار نأتي الآن إلى الثالثة لاحظوا جيدا هذا الأمر حتى يمكن إجراءه في المسودة إجراء ثلاثة تكلفة الثالثة ماذا تعطي لنا لاحظوا يوجد لنا 16 ستة عشر ستة عشر ألف لم يذكر شيئا من كلمة اليوم الواحد الآن هو يريد من اختيار العرض الأنسب والأقل وتكلفة لكراه لمدة ماذا لمدة سبعة أيام ونحن قلنا كلمة اليوم نرموز لها بX وكأنما هنا سبعة كأنما تصبح لنا الـ كانت ما يصبح لنا سبعة الـ كانت ما يصبح لنا سبعة يصبح لنا سبعة إذن ماذا ينتج لنا أبنائي إذن هنا كانت ماSOش بينا نعوذ بماذا بسبعة وهنا بسبعة أما في الثالثة فليوجد الـ لهم أربعة ألاف في سبعة تعطي لنا 28 ألف دينار جزائري وهنا كم تعطي لنا يا أبني تعطي لنا 22 ألف دينار جزائري أما في الآخرة فتبقى ثابتة كما هي 16 ألف دينار جزائري معناه يمكن أن نلخص ذلك يا أبني في هذا الجدول ونقوم بعملة الملء فقط هنا عندنا العرض الأول والثاني والثالث الكلفة لمدة أسبوع واحد إذن في الأولى كم قلنا 28 ألف دينار جزائري والثانية 22 ألف دينار جزائري وفي الثالثة ثابتة هي 16 ألف دينار جزائري الآن هنا ما هي الأقل تكلفة يوجد 28 ألف و 22 ألف و 16 ألف إذن أنا أقول ما هو إذن العرض الثالث هو الأقل الأقل تكلفة لمدة ماذا؟ لمدة أسبوع واحد لماذا أبنائي؟ لأن الثاني الأولى 28 ألف والثانية 22 ألف والثالثة 16 ألف وهو يبحث عن الأخفض إذن فالأخفض والأنسب لهو كم لكن هذا ليس في جميع الأيام إنما لأسبوع واحد فقط ربما بعدما تزيد كلمة أسبوع ربما تزيد التكلفة ولهذا ربما سوف تكون الثانية أو الثالثة الأفضل الآن بعدما أكملنا مع هذا واخترنا العرض الأنسب لمدة أسبوع ناتي أبنائي إلى السؤال الآخر قال إكس عدد الأيام التي يستغل فيها الأب محمد السيارة كما قلت في الأول لاحظوا ها هي عدد الأيام كأنما نرمز لها بإكس تابعوا نقطة نقطة أبنائي الآن قال إكس عدد الأيام التي يستغل فيها الأب محمد السيارة تعبر بدلالة إكس عن العرض الأول بالدالة أف لإكس والثانية بجي لإكس والثالثة بأش لإكس إذن هنا نكتب أبنائي التعبير التعبير بدلالة إكس عن العروض الثالثة هنا بما أننا قلنا أبنائي تذكروا قلنا هنا كأنما هذا هو الإكس وهذا هو الإكس فماذا تصبح لنا كلمة آف لإكس يا أبنائي تساوينا كم تصبح لنا تصبح لنا أربعة ألاف ماذا أبنائي إكس الثانية ماذا تقول تصبح جي لإكس تساوي كم ثلاثة ألاف إكس لاحظوا ثلاثة ألاف إكس زائد ماذا زائد ألف كلمة ألف يعني لا يوجد فيها اليوم الواحد إذن تصبح تبقى كما هي والآخرة اللي هي آش لإكس تساوي أبنائي لا يوجد فيها كلمة اليوم الواحد إذن هنا أكيد تبقى دالة ثابتة إذن ستة عشر ألف ستة عشر ألف ثابتة فقط الآن بعدما كمنا مع هذا الشيء يا أبنائي يمكن لنا أن نتطرق إلى الشيء الآخر لاحظوا إذن لكن نأتي بجلب الدوال معنا لأنه يساعدنا في الرسمة قال مثل بيانيا في المعلم المتعامد والمتجهز O E G الدوال F و G و S وها هو المعلم أمن لكم حيث أعطي لنا هنا بعض الشروط في المعلم في اتخاذ المعلم قال حيث كل إثنان سنتيمتر من محور الفواصل يمثل يوما واحدا ها هي أمنكم انظروا يعني من هنا إلى هنا إثنان سنتيمتر كما أشعر من هنا إلى هنا إثنان سنتيمتر هذا الإثنان سنتيم كم هو يوم واحد وعلى محور ترتيب ألفين دينار لمن لواحد سنتيم من هنا إلى هنا ألفين يا أبنائي دينار كما يمكن أن نقوم هنا بذلك في هذا المكان مثلا لاحظوا ها كذا أبنائي حتى يسهل الأمر ها كذا نرسمها كما أعلم صغير مثل التاريخ والجغرافية ها كذا ونقول هنا كم نقول هنا واحد هنا يوما واحد يوما واحد وهنا ألفين ألفين دينار جزائري حتى يظهر المعلم يعني عالم حوار الفوصل ماذا يكون وعالم حوار الترتيب ماذا يكون هنا عدد الأيام عدد الأيام وهنا الكلفة الكلفة بالدنانير الكلفة بالدنار الجزائري يعني محور الفوصل فيه يتحدث عن أعدد الأيام ومحور الترتيب عن الكلفة الآن ننطلق في عملية الرسم هنا الدلة الأولى ما هي يا أبنائي لو تلاحظون إلى F هي دلة خطية لماذا؟ لأن لا يوجد فيها البي لأن الدوال تكتبها كذا F ل X تسوينا A X زائد B إذا كانت مكتوبة A X فهي دلة خطية أما إذا أضيف البي فتصبح دلة تألو فيها الدلة الخطية معروف أنها تشمل دائما المبدأ إذن أول قيمة تكون هنا الثانية ما رأيكم أبنائي لو نعطي للإكس نعطي له واحد كم تصبح واحد في أربعة ألاف هي أربعة ألاف إذن الإكس كم أخذ؟ واحد ها هو واحد مع ماذا أبنائي يكون؟ لاحظوا جيدا إذن X واحد الإقراج اللي هو مع الدلة F أربعة ألاف أربعة ألاف في هذا الموضع انظروا جيدا هكذا فتكون تلك النقطة في هنا كما أشير يمكن الآن الربط فقط هكذا يا أبنائي نتابع نقطة نقطة ها هي ها هي العبارة هذه F للإكس التي تساوي لنا أربعة ألاف إكس نأتي الآن إلى الثانية لكن قبل أن نترك كما هو الثانية لو نعطي للإكس نعطي له صفرة نعطي هنا للإكس صفرة فهذه تذهب كليا إلى السبل لأنه ثلاثة ألاف في الصفر فيبقى لنا ماذا؟ ألف ألف أين هو موضعه؟ ألف يكون يا أبنائي في هذا الموضع هنا ثم نعطي كم نعطي يا أبنائي للإكس واحد نعطي له واحد هنا واحد فتصبح ماذا؟ تصبح ثلاثة ألاف في واحد هي ثلاثة ألاف زائد ألف اللي هي أربعة ألاف أربعة ألاف أكيد يا أبنائي سوف تكون في هذا الموضع ثم ما علينا إلا الربط ما بين النقطتان هكذا بهذه البساطة هكذا نتركه يكمل هكذا ونسمي عفوا ونسميها جيلي إكس تساوي ثلاثة ألاف إكس زائد ألف نأتي الآن إلى الثالثة التي لا تملك الإكس أصلا هذه دالة ثابتة لأنها لا تملك الإكس كم ستة عشر ألف ستة عشر ألف أبنائي ممكن نأتي مباشرة في هذا الموضع أفوا ونقوم برسمة خطا أفوقيا هكذا لأنها لا تملك إكس ونكتب هنا عاش لإكس تساوي كم ستة عشر ألف فقط ها قد قمنا يا أبنائي برسمة ويمكن لنا حذف هذا الخط من هنا ها كذا ويمكن أن نحذف هذا الخط من هنا ها كذا ها قد يا أبنائي قمنا برسمة السليم لهذه الثلاث دوال حسبة معطيات المعلم الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر قال اعتمادا على البيان أملأ الجدول التالي ليس بالحساب إنما بالبيان لاحظوا هنا الأمر جد جد بسيط يا أبنائي إن تابعتم معنا عندنا العرض الأول والعرض الثاني والعرض الثالث أولا عندنا سوف نقوم أمامكم بتسمية إذن هذا لهي هذه الآش لإكس قلنا تساوينا ستة عشر ألف وعندنا هذه اللي هي آف للإكس اللي هي باللون الأزرق التي تساوينا أربعة آلاف أربعة آلاف إكس والآخرة والآخرة اللي هي باللون الأحمر اللي هي الدلة ألفية اللي هي جيل إكس تساوي كم ثلاثة آلاف إكس زائد ألف نتابع كل واحدة على هيدا حيث عندنا لهذه رقم واحد هذا رقم واحد بالعرض الأول وهذا رقم اثنان بالعرض الثاني وهذا رقم ثلاثة بالعرض الثالث ونقوم الآن بملء الجدول قال العرض الأول اليوم الأول ونحن قلنا هذا يمثل الأيام عدد الأيام وهذا يمثل الكلفة بالدنار الجزائري في اليوم الواحد ها هو يوم واحد ها كذا ونسقط ها كذا الآن أبنائي لما كان يوم واحد ها هو يوم واحد كم كانت للون الأزرق اللون الأزرق اللي هو الآف كانت أربعة آلاف إذن نكتب هنا أربعة آلاف هنا بالدنار الجزائري هذا العرض ليوم واحد لمن لأف هنا نأتي لج ج كذلك يوم واحد ها كذا ونسقط ها كذا كم كذلك يا أبنائي أعطت لنا أربعة آلاف دينار جزائري لاحظوا يعني كأنما في العرض الأول في اليوم الأول تكلفت العرض الأول أما الثاني متساوية نأتي الآن إلى العرض الثالث العرض الثالث في اليوم الأول كم تكون الكلفة لاحظوا ثم لاحظوا كم كانت كانت ستة عشر ألف إذن نكتب هنا ستة عشر لأنها دلة ثابتة دينار جزائري نأتي الآن إلى اليوم الرابع يعني نذهب إلى الـ X يساوي أربعة ها هي X يساوي أربعة ونأتي إلى العرض الأول اللي هو باللون الأزرق انظروا جيدا وانظروا جيدا كم يكون في الدلة الزرقاء التي منعب تمثيلها الأزرق كم يكون في اليوم الرابع يكون ستة عشر ألف ستة عشر ألف دينار جزائري العرض الثاني كم يكون يا أبني انظروا العرض الثاني يكون ثلاثة عشر ألف دينار لأن هنا اثنى عشر ألف وهنا أربعة عشر إذن هنا ثلاثة عشر ألف دينار إذن نكتب هنا ثلاثة عشر ألف دينار أما العرض الثالث ها هو أمامكم انظروا وانظروا في اليوم الرابع كم يكون كذلك يبقى كما هو لأن هذا لا ثابت كم 16 ألف دينار إذن نكتب هنا 16 ألف دينار انظروا وكأنما في اليوم الرابع العرض الأول والثالث يصبح متساويا في الكلفة يعني لليوم الرابع لو نختار العرض الأول أو العرض الثالث يكون متساويا نأتي الآن إلى اليوم الخامس لاحظوا في اليوم الخامس ماذا سوف يحدث في اليوم الخامس ها هو إكس يساوي أنها خمسة نأتي هاكذا وهاكذا كم يا أبنائي في اليوم الخامس يدل أف ذات اللون الأزرق أعطت لنا ماذا عشرون ألف عشرون ألف دينار جزائري أما الثانية اللي هو الجي ها هي أمك كم ستة عشر ألف دينار جزائري والعرض الثالث هو ثابت العرض الثالث هاكذا وهاكذا كم ستة عشر ألف لأنها دالة كيف هي ثابتة وكأنما في العرض الخامس في اليوم الخامس ما هو العرض العرض الثاني والثالث متساوية يعني لهم نفسه الكلفة الآن بعدما أكملنا من هذا الشيء يا أبنائي نأتي مباشرة إلى السؤال الأخير نترك هذا الجدول هنا لنتحقق منه حسابيا قال حل المعادلات الآتية لإيجاد عدد الأيام المستغلة من طرف الأب محمد في كل حالة إذن نقول حل المعادلات حل المعادلات أفوا المعادلات في كل حالة أولا علينا يا أبنائي بجلب عبارات الدوال عبارات الدوال سوف نقوم أمامكم بجلبها ونقوم بالحل رويدا رويدا تابعوا ها هي عبارات الدوال هنا أمامكم أولا F ل X تساوي G ل X F ل X تساوي G ل X F ل X ها هي عباراتها نأتي بها ونضحها هنا والجيل X ها هي عبارتها نأتي بها ونعوضها هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا 4000 X تساوي 3000 X زائد 1000 ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا 4000 X ناقص 3000 X أكيد سوف تعطيكم كم أبنائي تعطي لنا 1000 X تساوي كم تساوي 1000 لماذا؟ لأن نقلت هذا من هنا إلى هنا فأصبح ماذا؟ فأصبحت 4000 ناقص 3000 فأصبحت لنا 1000 ومنه ماذا ينتج؟ ومنه يصبح X يساوي كم يا أبنائي يصبح هذا يأتي إلى المقام فيصبح 1000 على ماذا؟ على 1000 ويصبح واحد إذن حل المعادلة F لX يساوي G لX هو X يساوي واحد تذكروا هذا نأتي الآن أبنائي إلى المعادلة الثانية ثم باء ماذا يمثل حل كل المعادلة سوف نتحدث عن حل كل المعادلة تحدثنا الآن في الأول قمنا بحل الأول نأتي الآن إلى الثاني اللي هو حل المعادلة ما هي؟ حل المعادلة F G لX لا لاحظوا F لX يساوي X لX عندنا الـ F وهي 4000 X تساوي X لX وهي 16000 لا يوجد فيها الـ X ومنه X يصبح يساوينا هذا يأتي إلى المقام هنا فيصبح 16000 على ماذا؟ على 4000 تصبح كم يا أبنائي؟ تصبح لنا أربعة لما نختزل هذا وهذا 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 16 على أربعة هي إذن 16 على أربعة هي أربعة إذن X يساوي أربعة إذن حل المعادلة F لX يساوي G لX هو ها هو يا أبنائي نأتي الآن نأتي الآن إلى G لX تساوي 10 لX إذن لاحظوا كذلك حل المعادلة G لX يساوي 10 لX نساوي إذن عندنا G لX لهي 3000 X زائد 1000 تساوي الاش لX لهي 16000 لا يوجد فيها X ننقل هذا إلى هنا فتصبح 3000 X تساوي 16000 ناقص 1000 هي 15000 ومنه X يساوي لنا 15000 على ماذا على 3000 هذا هذا وهذا 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 15 على ثلاثة يساوي خمسة إذن حل المعادلة G لX تساوي 10 لX 10 لX هو X يساوي كم يساوي خمسة الآن بعدما أكملنا مع هذه الحلول قال ماذا يمثل حل كل معادلة لاحظوا هنا حل الأول هذا الحل يمثل يمثل حل المعادلة F لX يساوي G لX هو هو أن في اليوم الأول في اليوم الأول تتساوي تتساوي تكلفة العرض الأول مع العرض الثاني يعني يعني العرض الأول للوكالة الأول ما هي أمام كما لاحظنا هنا في لاحظ هنا انظروا اليوم الأول أن عرض الأول والعرض الثاني لهم نفس الكلفة وهي 4000 دينار جزائري يعني لما في اليوم الأول تساوت ماذا تساوت تكلفة كذلك حل المعادلة الثانية يمثل كذلك يمثل حل المعادلة اثنان وهي ماذا وهي F لX هو كم وجدنا أربعة أي تكلفة أي تتساوى تكلفة العرض الأول مع الثالث في اليوم ماذا في اليوم الرابع وها هي أمامكم لأن X هو الأيام انظروا هذا الكلفة الأول مع الثالث تساوت العرض يعني تختار في اليوم الرابع تختار العرض الأول أو الثالث نفس الكلفة نأتي الآن إلى اليوم الخامس انظروا جيدا الحل انظروا أن التساوى العرض الثاني مع الثالث إذن يمثل حل المعادلة ما هي أبناء المعادلة المعادلة عش جي لإكس جي لإكس يساوي عش لإكس نمثل ماذا حلها تساوي أيضا تتساوى تتساوى كلفة كل من العرض الثاني الثاني والثالث في اليوم ماذا في اليوم الخامس لأن إكس وجدنا خمسة وقد برهمنا ذلك يا أبنائي هنا في البيان ها هي في الجذول الجذول هذا لأن استنتجناه من البيان ها هو أبنكم تساوي العرض بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد أنهينا هذا التمرين الرائع كما أرجوكم بناتي وأولادي الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم ما سير وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددان باستمرار وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته